سوف نفعل شيء عنه السحاب الأمريكي قائلاً إن مجموعة مؤشرات أوصلت الحكومة إلى قناعة بأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكون باتجاه الأراضي العراقية المصدر أوضح أن هذا التخمين بني على رصد أمرين اثنين الأول انتشار القوات الأمريكية في صحراء قضاء القائم الحدودي مع سوريا دون أن تنسق مع الحكومة في بغداد أو وجود سبب غير معلن لهذه المناورة مصادر مطلعة أكدت أيضاً أن الآليات التي خرجت من سوريا وصل بعضها بالفعل إلى أربيل شمالي العراق حيث رصدت هناك استعدادات في قاعدة عسكرية ويتم العمل حالياً على توسعة المدارج والمساحة لاستيعاب أعداد أكبر لم يقف الأمر عند هذا الحد فلم يمر أسبوعان على قرار ترامب حتى أعلن مسؤولون من محافظة الأنبار قيام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين الأولى تقع شمالياً ناحية الرمان التابعة لقضاء القائم على الحدود مع سوريا بينما تقع القاعدة الثانية إلى الشرق من مدينة الرطبة التي تتمتع بموقع استراتيجي وسط الصحراء الشاسعة غربي الأنبار وبذلك يرتفع عدد القواعد العسكرية الأمريكية في محافظة الأنبار إلى أربع حيث يتمركز الجنود أيضاً في قاعدتي الحبانية وعين الأسد في ناحية البغدادي تحرك القوات الأمريكية نحو الأراضي العراقية جاء في إطار ما يسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية كما أنها تمتلك برونة في التحرك بقواتها تأسيزاً على القرارات الصادرة من مجلس الأمن في فترة سيطرة تنظيم الدولة حيث ينتشر نحو خمسة ألاف جندين أمريكيين في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي عام 2014 وعلى هذا الأساس فإن القوات الأمريكية برأي بعض المراقبين قامت بمناورة حيث أن عملية انسحابها تعد إعادة انتشار في المنطقة لا أكثر والسبب هو احتمال مواجهة عسكرية مع إيران تسعى لها إدارة ترامب انطلاقاً من الأراضي العراقية بحسب رأي هؤلاء